هي مشكلة الانسجام مشكلة ان احنا نلعب فيه انسجام بنا وبين بعضين هاي دي الفكرة بس لكن ان شاء الله بإذن الله بنطلب منه بقى ان احنا نبقى تملي بندور على المكسب فقط زي بتشوف نسخة الدوري الجديدة النهاردة الانطلاقة وكل الناس أنا يمكن ما تبعتش الماتش كله بس يعني كل الناس بتقول انه الانطلاقة قوية جدا وانه واضح ان المنافسة السندي المسابقة السندي ككل بصرف نظر على المنافسة على اللقب هتكون مختلف عن المواسة بالنفاتي هتبقى صعبة جدا جدا انا شايف ان الفرق كلها هتبقى قوية جدا باستثناء فرق اقا واثنين اللي مش هيبقى ليهم باع في الدوري قوي انت اتفرجت على الواقش البنك الاهلي والطلاقة الجيش اه اتفرجت طبعا والبنك الاهلي طبعا بنبارك له وعمل ماتش كويس جدا وبينه هارد لك لطلاقة الجيش برضو زي ما قلت حضرتك كان في مصلحة البنك الاهلي الماتش في بدايته كان في مصلحته ان طلاقة الجيش جاي واخد السوبر فبرضو اللعيبة حاسة ان هي ممكن هتكسب او مش هتتغلب بسهولة جي فيهم جول بدري اوي في اول اربع دقائق اه اتفتحوا الملعب بدأوا ينشغلوا بالنحية الهجومية اكتر نسوا النواحة الدفاعية البنك الاهلي ضيع فرص كتير هم يعني ضيعوا فرصة او اتنين لكن البنك الاهلي قدر الشرط التاني في اخر عشر دقائق سجل هدفين وكسب تلاتة صفر فالبدايات واضح انها تبقى قوية جدا الناس كلها الحقيقة بتكلم على محمد هلال اللعب البنك الاهلي واحط الجولين من التلاتة اول ما نزل في اول لمس جول وبعدها عشر دقائق في اخر دقائق جول بصراحة عمل جولين كويسين وانا شاف ان البنك الاهلي استقطب لعيبة كويسة هو الحقيقة وده خليني كلمك على الميركاتو يعني هكلمنا على صفقات الاهلي واعتقد بنسبة كبيرة جمهور الاهلي راضي عن الصفقات اللي عملتها الفرق السندي بداية كنت مستني يعني لعيبة تانية او فيه لعيبة انت كنت شاف انها هتكون جديرة انها هتكون موجودة في النادي الاهلي سواء على مستوى الاسماء او على مستوى تدعمات المراكز نفسها لا هو شوف انا بامانة يعني والنادي لا يهمنا كلنا وحنا نهمه بأحسن من احسن الاندية في القرى الافريقية كلها انا كان املي ان ندعم شوية في قلب الدفاع عندنا خمس لعيبة ما شاء الله وماله كويس مش عيب فيه لعيبة عندك بتصاب فيه لعيبة بتتعور فيه لعيبة انت خلي بالك اصل النادي الاهلي ما احترام مين الاسماء اللي رشحها كابتن امين لا انا اقول لحضرك بدون ذكر اسماء انا عايز اقول لحضرك يعني النادي الاهلي او النادي البطل اللي بلعف اكتر من بطولة لأ عايز يبقى عنده كل الصفوف قوية وكل مركز فيه تلاتة